أقرت محكمة العدل الدولي اليوم فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجامعية التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا على خلفية الحرب في قطاع غزة لكن المحكمة لم تأمر بوقف تلك الحرب ودعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب إجراءات تصنف في إطار الإبادة الجامعية مشددة على ضرورة أن تضمن إسرائيل فورا توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة ورغم الحكم الذي صدر اليوم إلا أن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل واف وهي لم تبت اليوم في جوهر الدعوة حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق البت فيها عدة أعوام وكانت جنوب إفريقيا تريد من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف الحرب في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لكنها لم تفعل بما فتح الباب على مصر عيها أمام تأولات مختلفة للقرار إسرائيليا وفلسطينيا إذن لمناقشة القرار وتدعياته وآليات تطبيقه ينضم إلينا من واشنطن الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسون ومن القدس السيد شلومو جانور الكاتب والمحلل السياسي كما ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مخيمر أبو سعدة المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة وسأبدأ النقاش معك شلومو محكمة العد الدولية لم تطالب بوقف إطلاق النار وهو أمر رحبت به إسرائيل لكنها ستمضي قدما في مناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لماذا أثارت هذه النقطة تحديدا غضب نتنياهو؟ السبب بسيط ومساء الخير لجميع المشتركين السبب الإسرائيلي هو بسيط لأن هذا هو بمسابة وصمة عرب في جبين المحكمة الدولية التي أخذت موضوع لا أساس له من الصحة لا تتوفر فيه الأدلة أو أدنى تشير إلى بث هذه الجريمة البشعة ضد إسرائيل، ضد الشعب الإسرائيلي، ضد الكوات الإسرائيلية ولا سيما ضد الشعب اليهودي وهنا يجب أن نشير بأن المحكمة الدولية شكلت على أثر الكارثة التي حلت بأبناء الشعب اليهودي في الحرب العالمية الثانية إبان الحكم النازي فكيف يمكن وصم إسرائيل بمثل هذه الجريمة البشعة في حين أنه ليس هناك أي أدلة ولو بسيطة في هذا الموضوع ضد على ذلك وهذا من قبيلة صدفة أن غدا ستصادف الزكرة السنوية الدولية لموضوع الكارثة وهي الكارثة التي حلت بأبناء الشعب اليهودي فقط على أيدي على أيدي النازيين، النظام النازي في ألمانيا يبدو أن هناك مشكلة في التواصل عبر الإنترنت معك سيد شلمو جانور من القدس دكتور محمد الشرقاوي، ما تعليقك بداية؟ كيف تلقيت حكم المحكمة وذلك الإجماع بين قضاطها فيما تعلق بالتدابير التي أقرت وفرضت على إسرائيل اليوم؟ بمقاييص التحكيم الدولي كأهم أداة من أدوات تحليل الصراعات لدي مجموعة من الملاحظات الأولية والمقتضبة الملاحظة الأولى أن هناك إجماع بين القضاط السبعة عشر بمن فيهم القاضي الإسرائيلي وهذا إجماع قياسي لا يحدو المحكمة أي خلاف على فحو القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وفحو ما ستمضي إليه الآن في هذا القرار وفي القرارات المقبلة الملاحظة الثانية أنه عندما تتحدث المحكمة عن تنبيه إسرائيل وحكومة نتنياهو لعدم الإقدام على مزيد من هذا القتل هي تقر وتعتمد النص الذي قدمته جنوب أفريقيا وكأن المحكمة تبنت كل الأدلة أو على الأقل الصردية التي جاءت بها جنوب أفريقيا ولاحظنا أن محام إسرائيل لوح بالكثير ضد حماس لكن المحكمة لا تتحدث عن حماس تتحدث كما قالت رئيس المحكمة عن The Palestinian Group المجموعة الفلسطينية المحكمة أعادت الصراع إلى حقيقته وركزت على الضحية الحقيقية وليس تقسيم اللوم أو تصدير اللوم كما يفعل نتنياهو الملاحظة الثالثة أن هناك الآن نوع من الارتباك ليس في إسرائيل فحسب أيضا في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي ألمانيا هذه العواصم التي تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تعد هذه المقولة بمثابة غطاء عام المحكمة الآن بدأت تفرق بين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعدم جر إسرائيل إلى أعمال الإبادة الجامعية وأعتقد أن الرسالة الآن بصدد أن ترسل مؤشرة أكثر حدة باتجاه إسرائيل وحلفائها الملاحظة الرابعة والأخيرة حتى لا أطيل في الكلام أننا الآن أمام أول مرحلة تاريخية يوضع فيها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على محق القانون الدولي كنا نتحدث عن القرار قرار التقسيم واحد ثمانية واحد واثنين أربعة وثلاثة ثلاثة ثمانية وكل هذه القرارات الآن أرى أن قرار المحكمة العدل الدولية في لاهايو وليس مجلس الأمن الذي تتصدى له الولايات المتحدة بحق الفيتو كلما تعلق للمبع إسرائيل هذه اللحظة مفصلية في أن مصار الاحتلال مصار الاستعمار بعبارة أخرى هو الآن حديث الخاص والعام فيمكن القول أننا نخرج من تسييس الصراع إلى قانونية الصراع ولدين أشواط قادمة أشواط قادمة سنتحدث عن بعضها في سياق هذه الحلقة ولكن قبل ذلك دكتور مخيمر أجدد الترحب بك حماس وإسرائيل الأشادة بالحكم لصالح من وهو فعلا من وجهة نظرك مساء الخير يعني كل طرف من الطرفين يحاول أن يفسر القرار لصالحه ولكن باختصار ما حصل اليوم هو انتصار للعدالة انتصار لسيادة القانون وانتصار للضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا على مدار أكثر من مائة يوم أكثر من خمسة وعشرين ألف ضحية أكثر من اتنين وستين ألف جريح آلاف المفقودين إضافة إلى الآلام التي لا زالت يعني يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة آلام الحصار والجوع ونقص الغذاء والوقود والماء وكل نواحي الحياة إسرائيل تعتبر أن عدم صدور قرار من المحكمة بوقف الحرب هو إنجاز لإسرائيل وأن المحكمة لم تأخذ برأي جنوب أفريقيا الذي طالب المحكمة بوقف فوري للحرب ووقف فوري لأعمال القتال في قتاع غزة أما الشعب الفلسطيني بشكل عام ليس فقط حماس هو يعتبر بأن هذا القرار هو قرار تاريخي وهو انتصار للشعب الفلسطيني انتصار لمظلومية الفلسطينيين الذين يتعرضوا لجوانب من الإبادة الجماعية على مدار تقريبا أربعة شهور الآن ودعني أشير هنا إلى أن المحكمة استندت في حيثيات القرار إلى تصريحات صدرت عن أعلى المستويات الإسرائيلية عن رئيس الدولة في إسرائيل إسحاق فرتسوغ وعن وزير الجيش أو وزير الدفاع يوآف جالانت والذي قال منذ بداية الحرب بأن غزة لن تحصل على الوقود أو الغذاء أو الماء أو الدواء وأنه سيتم التعامل مع غزة على أنهم حيوانات بشرية وإضافة إلى ذلك طبعا اعتمدت المحكمة على قرارات على حيثيات ومعلومات الأمم المتحدة وكالة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية وبالتالي أنا بصراحة أستغرب من حديث السيد شلومو جانور الذي يعتبر أن القرار هو وصمة عارف جبين المحكمة يعني أنا لا أفهم كيف يقول مثل هذا الكلام لخمسة عشر قاضيا من أفضل قضاة العالم الذين استندوا على مواد وعلى مؤشرات وعلى بيانات لا يمكن ضحضها أو لا يمكن نفيها والتي تقول بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة على مدار الأيام الماضية هي جريمة وهي جريمة إبادة جماعية بحق شعب بأكمله في غزة إذن استغرابك أحيله على الأستاذ شلومو جانور لكي يرد عليه تفضل سيد شلومو لا ممكن للإستغراب بالتأكيد هي وصمة عارف لأن المحكمة تجاهلت المسبب الرئيس لهذه الحرب وويلات هذه الحرب أي حماس حماس هي التي هاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبا هي التي هاجمت واحتلت كرة الغلافة الإسرائيلية هي التي دبحت بالسكان الإسرائيليين من النساء من أطفال من شيوخ وأخذت وأخذت المخطوفين من غرف نومهم والآن هم يتواجدون 136 ومخطوفا يتواجدون داخل قطاع غزة داخل أقربية وفي قطاع غزة سيد شلومو سيد شلومو لحظة عندما المحكمة تجاهلت المسبب وذكرت سلقت مرة واحدة اسم حماس وفي سطر واحد قالت أن حماس ارتكب في السابع من أكتوبر هذا العدوان بدون أن تتاقذ وتفصل وتقول هذا هو المعتدد أعتقد بأنه ليس وصمس عار بل ربما مصطلح أكبر من هذا طيب لكن المحكمة لم تكر من بين تدابرها أو ضمن تدابرها مسألة وقف الحرب المشكلة لدى قضاة المحكمة هو طريقة إسرائيل في إدارة تلك الحرب أدوات إسرائيل في حربها ضد الفصائل الفلسطينية والضرر الذي لحق بالمدنيين في غزة هذا هو جوهر الخلاف وهذا هو جوهر الحكم ولابد أنك استمعت إلى إفادة رئيسة المحكمة عندما عرضت العديد من القراء التي بني عليها قرار اليوم سيد شلمو أشارت فقط إلى الجانب واحد أشارت إلى الجانب الذي أعتدي عليه لم تشر فقط ولو بكلمة واحدة إلى الجانب الذي قام بالاعتداء إلى الجانب الذي استسبب في هذه الولاد تسبب إلى الرد الفعل الإسرائيلي وإسرائيل حقها كأي حق في أي لأي دولة أخرى بالدفاع نفسها إسرائيل حافظت تيلة المئة وإثنان عشرة يوما الأخيرين على الكوانين الدولية على الكوانين الحرب رأت هذا ولذلك هذا السبب أيضا لم تتخذ المحكمة قرارا ضد إسرائيل بوقف هذه الحرب لأنها تعرف بأن إسرائيل تراعي تراعي الكوانين الدولية وأن جنوب أفريقيا هي لم تقدم حتى الدلة واحدة بمخالفة هذا القانون لذلك إسرائيل ستستمر في هذه الحرب لكن سيد شلومو غانور ليس جنوب إفريقيا لوحدها هناك أيضا الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية أدانت إسرائيل في العديد من النقاط التي أشرت إليها المحكمة اليوم أيضا وهو استخدام الغداء والدواء أيضا كنوع من السلاح هذا ورد على لسان الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوقية دولية كثيرة وأنت تعلم ذلك دعني أسأل المساعدات الإنسانية لا تزال تتدفق على قطاع غزة هذا هو لذلك هذه أيضا كسبة معروفة وهي تكررها وتدعمها المحكمة وإسرائيل على استداد لتنفيذ الأمر بتقديم التقرير الشهري بالنسبة للمساعدات الإنسانية لأن هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من كبل إسرائيل هي معروفة لماذا لم تصل هذه المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة إلى السكان المحتاجين هذا أيضا يجب أن تثبته المحكمة أي عجزة المؤسسات الدولية في توزيع هذه المؤمن وأيضا سيطرة حماس ونهب حماس هذه المساعدات لكي تلقى التهم على إسرائيل هذا يجب أن تعرفه الملء وأيضا الرأي العام ولسيب المحكمة طيب أستاذ أحمد إذا سمحت لي فقط لو سمحت لي أرد بشكل سريع على ما يقوله سيد جانور يعني أنا يبدو أنه يبدو أنه سيد جانور لا يشاهد شاشات التلفزة العالمية وشاشات التلفزة الإقليمية لا يشاهد قتل الأطفال وقتل الأبرياء وقتل النساء ويبدو أنه لا يعرف عن المجاعة التي تحدث في قطاع غزة هو يتحدث عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة ولكن حسب تقرير صدر عن وكالة غوث اللاجئين مؤخرا فقط 5% من احتياجات غزة الغذائية تدخل إلى قطاع غزة قطاع غزة كان يدخل به يوميا 500 شاحنة يوميا من أجل وصول الغذاء والاحتياجات لقطاع غزة لأكثر من 2 مليون فلسطيني ولكن ما يدخل الآن هو أقل من 100 شاحنة يوميا وهناك مؤشرات عديدة تحدثت عنها الأمم المتحدة ووكالات دولية عن حالات مجاعة تحدث في قطاع غزة وخاصة في منطقة شمال القطاع بسبب نقص المساعدات وعدم السماح لهذه المساعدات بالدخول هذا أولا وثانيا دعني أقول بأن ما قام به الجيش الإسرائيلي على مدار أكثر من 112 يوما من استهداف للأطفال والنساء والبنية التحتية وبالأمس بأول من أمس كان هناك استهداف لمجمع تابع لوكالة غوثي اللاجئين في منطقة غرب خان يونس وهي تسمى صناعة خان يونس وقتل فيها 15 فلسطينيا وإصابة العشرات إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية ولا يمكن لإسرائيل أو الجيش الإسرائيلي أن يفلت من العقاب أو أن يفلت من هذه الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الفلسطينيين في غزة طيب حتى نبتعد عن هذا الجدل سأعود إليك سيد شلومو جانور تفضل تفضل ضيف العزيز زكرة وكالة الغوث سأعطيك المجال لدكتور محمد فقط تعقيب سريع لو سبحت سيد شلومو وكالة الغوث التي اعتمد عليها الضيفة من الكاهرة هي نفس وكالة الغوث التي اتهمت من كبل الإدارة الأمريكية اليوم بأنها تواطأت في الاعتداء الغاشم في السابع من أكتوبر على إسرائيل هذه الوكالة الغوث لا لا تصحيح أستاذ أستاذ شلومو ليست الوكالة هي المتهمة وإنما 12 موظفا في الوكالة متهمون بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر التي وصفت بالإرهابية وليس المنظمة فقط لكي نكون دقيقين سيد شلومو جانور لا يعقل أن تكون الأونورو طرف في حرب على إسرائيل الاستندات ستقدم والإدارة الأمريكية لم تتخذ برارها المفاجئ هذه الليلة لو لا حصلت على كامل الملف بالنسبة لما ارتكبته وكالة الغوث من أخطاء في أحداث أكتوبر وبعد أحداث أكتوبر هذا ليس موضوعنا اليوم هذا ليس موضوعنا وللتأكيد فقط وأن الحديث عن ضلوع 12 موضفا في منظمة الغوث غوث اللاجئين الأونورو في أحداث السابع من أكتوبر دكتور محمد أشرقاوي عذرني جعلتك تنتظر أكثر مما يجب تفضل إن كان لديك تعقيب أولا لا أريد أن أدخل في أي مهاطرة خاصة مع من يود أن يحتكر الميكروفون لكن أقول الآن ما نسمعه كصردية إسرائيلية هي صردية بدأت تتآكل من داخلها لأنها تعيش على مسألتين غير واقعيتين لاحظنا أن نتنياه وأتباعه ينفخون اليوم وغدا وبعد غد في الذكرى للمحرقة اليهودية في النازية ونحن في قرن آخر بمعنى آخر توظيف النازية لا ينفع إسرائيل الآن بل إباداتها للشعب الفلسطيني هو ما يضع عليها الاتهام دكتور محمد سمحتني فقط الجرائم التي ارتكبتها النازية لا يمكن أن تسقط بالتقادم لفضاعتها لكن الأسف وعندنا في أدبيات تسوية الصراعات الكثير من المؤلفات والكثير من الدراسات عن أن الضحية دكتور شلومو دكتور أستاذ شلومو أستاذ شلومو لو سمحت حتى لا نشخص النقاش سيد شلومو قال نور سأعطيك المجال للتعقيب بشكل عقلاني وموضوعي حتى لا يشخص النقاش ونبتعد عن تحليل ما نحن بصدد تحليله لو تفضل سأعود إليك تفضل دكتور محمد المفارقة أن هناك شعب يهودي تعرض للمحرقة النازية وجميع العالم وأنا منهم أدين ما فعلته النازية لكن ما أستغربه أن ضحايا النازية بدل أن يكونوا أبعد بكثير عن أي إبادة جماعية وعن أعمال التجويع وأعمال دفع الضحايا آخرين أصبحوا هم الذين يصنعون ما يعادل إبادة جماعية فلسطينية فبالتالي هنا مكمن الخطر لذلك الآن يأتي قرار المحكمة الدولية في لاهاي ليبرز للعالم الآن أن هناك مشكلة سلوكيات حكومة إسرائيل وينبهها إلى أن عليها أن تتوقف بمعنى أن بين الآن ومرحلة القرار القادم ستكون فيها محاسبة أكثر فبالتالي على الإسرائيلي خاصة من أنصار الليكود واليمين المتطرف وهم كتر في هذه المرحلة ألا يقرأوا الكثير في قضية تجديد توظيف هذه المحرقة النازية وأيضا أن يعيعوا أن العالم الآن يعرف أن الصراع بين حكومة إسرائيل وبين شعب في قطاع غزة وليس التركيز على مقاتلي حماس لذلك المحكمة اتخذت قرارا صائبا بمعنى أننا الآن لا نتحدث عن طرفي النزاع فحسب لنركز على الضحايا وأنا أؤيد زميلي من القاهرة ينبغي أن نفقد البوصلة في التركيز من هم الضحايا الحقيقيون وهذه مسؤولية المحكمة مسؤولية الأمم المتحدة ومسؤوليتنا جميعا فأرجو أن لا نتزحزع عن حقيقة أن هناك شعب الآن يندثر من تلقاء قصف عشوائي عبثي لن يقضي عليه ولن يخرجه من قطاع غزة طيب مرة أخرى جرائم النازية لا يمكن أن تسقط بالتقادم ومقارنتها بأي جريمة أخرى غير مقبولة أيضا لأن ما فعله النازيون بيهود أوروبا غير مسبوق في التاريخ بنوا مصانع لحرق أناس فقط لأنهم ينتمون إلى ديانة التي هي الديانة اليهودية سأعود إليك سيد شلومو جانور حتى نحسم الأمر وهاتان نقطتان واضحتان نتجاوزهما حتى نكمل النقاش وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت اليوم علق على قرار المحكمة بالقول إن بلاده ستواصل الحرب في غزة وأنها ليست في حاجة لأحد يلقنها دروسا في الأخلاق هل تعتقد بأن إسرائيل ستمضي قدما بالآليات نفسها التي رفضتها المحكمة ودعت إلى ضرورة التحقيق بشأنها في الأيام المقبلة من وجهة نظرك سيد شلومو أولا إسرائيل ستحترم قرارات المحكمة وبين المحكمة لم تصدر أي قرار بوقف الحرب ولكن مع ذلك إسرائيل ستراعي القوانين الدولية وتراعي القوانين الدولية وتراعي القوانين الحرب وهي ستأخذ بالحسبان ربما التطورات القادمة ولكن هي لا تزال وستستمر في الحرب ربما ستعيد النظر في البرامج العملياتية لها في الاستكمال المرحلة نحن الآن في الصدد المرحلة جيم من الحرب وأعتقد بأنه سيتم التخلي ربما بصورة كبيرة عن استعمال سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية والاعتماد أكثر فأكثر على قوات الكوماندوس للوصول إلى قادة حماس في الأنفاق لأنهم هم الإرهاب بمعنى الكلمة هم النازيون الجدد بمعنى الكلمة رغم أولات التسطر توصيف حماس بالإرهاب يتفق عليه الأوروبيون والأمريكيون ولكن توصيفهم بالنازيين يعتبر أيضا لا يجوز لا يجوز بالباب أن ما فعله النازيون لم يفعله أحد غيرهم كما سمح لنفسه الضيف من الولايات المتحدة بالقول بأنه يجب تجاهل الماضي مسببات الماضي ربما هذا هو التربية الجديدة نريد أن يبقى النقاش في سياقه السياسي وباحترام مسلمات التاريخ والحقائق التاريخية على كل حال سيد خيمر أبو سعدة حماس قالت إنها ستلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية إذا التزمت بها إسرائيل لكن المحكمة في معرض ما سمعته عن رئيستها طالبت بإطلاق صراحي الرهائن والأسرى الإسرائيليين على وجه السرعة وبدون شروط هل تعتقد بأن حماس قد تختل خطوة الأولى في اتجاه الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية؟ أعتقد هذه هي المعضلة التي سوف تواجه قيادة حماس في الأيام القادمة صحيح أن حركة حماس بالأمس قالت أنها سوف تلتزم بقرارات أو ما يصدر عن محكمة العدل الدولية إذا ما التزمت به إسرائيل أولا المحكمة صحيح أن المحكمة لم تصدر قرارا بوقف الحرب قرار فوري وقرار شامل وهذا يعني أن الحرب ستستمر ولكن في نفس الوقت المحكمة طالبت إسرائيل بمجموعة من التدابير التي لها علاقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع التحريض الذي صدر عن قيادات إسرائيلية على أعلى المستويات تحريض على الإبادة الجماعية ولذلك حتى وإن كانت المحكمة لم تصدر قرارا بوقف الحرب والذي سيعتبر ملزما لكل الطرفين وبالتالي هناك تدابير على إسرائيل أن تمتنع عن إجرائها كما حصل في الأيام الماضية أما بخصوص إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين يعني هذه هي جوهر المباحثات التي تقوم بها أكثر من دولة الولايات المتحدة الأمريكية مصر وقطر من خلال طبعا مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ومع حركة حماس يبدو أن هناك انفراجة تحدث خلال الأيام الأخيرة سنقف وقفة ليست بالقطرة في نهاية هذه الحلقة عند هذه الجهود وهذه البوادر التي باتت تلوح في الأفق عن احتمال توصل الطرفين إلى هدنة جديدة لكن قبل ذلك دكتور محمد الشرقاوي ما الذي سيترتب على رفض إسرائيل زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطع غزة كما طالبت بذلك محكمة العدل الدولية هل هناك أدوات لدى المحكمة يمكن تفعيلها لإلزام هذا الطرف أو ذاك بما تضمنه قرارها؟ أولا سيصحب على إسرائيل تصدير المسؤولية أو تصدير اللوم إلى المصريين بالنسبة لمعبر رفح ووقائع الأشهر الأربعة الماضية أكدت كما استخدمها محامو جنوب أفريقيا أكدت أن هناك قرار إسرائيلي بعدم إيصال هذه المساعدات فبالتالي عندما كان الدباط والجنرالات الإسرائيليون يمنعون هذه الإمدادات لم يفكروا أنها ستتحول أيضا إلى نقمة عليهم عندما تنظر المحكمة في هذا القرار الآن بالنسبة للمستقبل سيجتمع صوت المحكمة في لاهاي مع صوت سيد غريفتس المسؤول الأول عن برنامج المساعدات في الأمم المتحدة وأيضا بقية موظفي الوكالات الإنسانية بمعنى آخر أن إسرائيل يصوب عليها الآن أن تواجه تيارين كلاهما ينادي بضرورة حل الأزمة الإنسانية أيضا ستتأثر أطراف أخرى بهذا الموقف المتشابك أو المتقاطع بين لاهاي ونيويورك بمعنى أن على بلينكين وعلى بايدن في البيت الأبيض أن يعيد النظر أيضا هل هم لا وخاصة أن بدأوا ينتقمون من الأونرواب بتجميد التبرعات لصالحها فبالتالي واشنطن ستتحمل وزر إسرائيل في هذه الحرب وأيضا وزر التدهور المرتقب في الأزمة الإنسانية ونحن الآن أمام عملية مجاعة بالكامل ربع السكان في قطاع غزة مهددون بالمجاعة ونحن على أبواب شيء إشداء بارد فبالتالي أرى أن على إسرائيل أن تجد حلا على الأقل للأزمة الإنسانية بانتظار أن تدخل في مفاوضات وبالتالي تخفف عن نفسها هذا الضغط القانوني من لهي والسياسي والأخلاقي من عواصم أخرى طيب لكن روسيا لم تلتزم بقرار للمحكمة ذاتها بشأن وقف حربها على أوكرانيا ما الذي سيجعل الحالة الإسرائيلية مختلفة عن الحالة الروسية؟ أعتقد البعد الإنساني عدد الضحايا وأعتقد أن الأشهر الأربعة الماضية وضعت الفلسطينيين ومحنتهم تحت عدسة لأول مرة في التاريخ ينظر إليهم كما كان ينظر في فترة من الفترات إلى السود في جنوب أفريقيا تحت نظام الأبرتايد للأسف الأزمة في أوكرانيا ينظر إليها على أنها صراع بين دولتين روسيا وأوكرانيا بين موسكو وكييف زيلنسكي وبوتن وأيضا حلف شمال الأطلسي تركيبة الحرب في أوكرانيا تختلف تماما عن صراع ممتد منذ عام 48 الآن ما تخسره إسرائيل هو هذا الوجه الإنساني والوجه الأخلاقي الذي يتأتى الآن من خلال مثل هذه التحركات وأعتقد أن لو كانت دولة أخرى غير جنوب أفريقيا هي التي رفعت الدعوة في المحكمة ربما لن يتأثر سجل إسرائيل بهذه الدرجة فبالتالي الآن هو أمام نتنياهو ثلاثة تحديات متوازية البعد الإنساني ضرورة المفاوضات لإطلاق الرهائن وإطلاق السجناء الفلسطينيين وأيضا إيقاف الحرب بطريقة أو بأخرى والدخول في مفاوضات طيب سيد شلوموغانور ما ثقل قرار محكمة لهاي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنية من نتنياهو الذي استثمر في وجود حماس لشق الصف الفلسطيني كما اعترف على نفسه ونتفق على ذلك أنا وأنت وقد تحدثنا في هذه النقطة غير ما مر ما ثقل قرار محكمة العدل الدولية على نتنياهو المتهم بالفشل في إدارة الحرب وبالمسؤولية أو جزء من المسؤولية عما حدث في السابع من أكتوبر في الداخل الإسرائيلي أعتقد أن هذا الموضوع سيكون جانبا كبيرا من النقاش والحوار الإسرائيلي الداخلي الذي أخذ يحتدم في الفترة الأخيرة لا سيما بعد بدء التسريح جنود الاحتياط وأيضا طالت فترة الحرب وأيضا الامتناء الأطر السياسية المدنية الإسرائيلية من اتخاذ القرار لليوم حول اليوم بعد الانتهاء الحرب كل هذا يضع نتنياهو في وضع صعب للغاية أعتقد أن القرار للمحكمة الدولية اليوم أيضا زاد من هذه التوجيهة المسؤولية إليه بالرغم من أنه سيحاول بقدر الإمكان تليين المواقف والخروج من الوضع الصعب الذي دخلت إليه إسرائيل ككل وربما أيضا الضغوط المستقبلية التي كانت تمارس عليها جل الاهتمام اليوم لدى الشعب الإسرائيلي لدى الحكومة الإسرائيلية هو موضوع حل قضية المخطوفين الإسرائيليين المخطوفين ليس رهائن ليس عشر ليس هم مخطوفين ولذلك أعتقد أن هذا هو سيكون التركيز عليه مع طبعا منح المواضيع الأخرى قدر معين من الاهتمام ولكن أعتقد هذا من جاء وفي نفس الوقت لا يمكن لإسرائيل حاليا أن توقف الحرب لا يمكن لإسرائيل الآن أن توقف الكتال لأن هذا معناه الانتصار للإرهاب انتصار لحماس وهذا لا يهدف إليه ولا يصب إليه أي مواطن إسرائيلي في هذه الأيام طيب بحسب محللنا إسرائيليين فإن الضرر الذي لحق بإسرائيل جراء قرار محكمة العدل طاول صورتها حول العالم وربط اسمها بالإبادة الجماعية بحسب الإعلام الإسرائيلي وقد استندت المحكمة إلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار فهل يتحمل أعضاء في حكومة نتنياهو هل يتحملون مسؤولية ذلك كما قال مرة القائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء يوم توف سامية؟ نتابع هذا التقرير عندما أمرت محكمة العدل الدولي إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريد المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في غطاع غزة استشهدت بتصريحات مسؤولين إسرائيليين قبل يوم واحد فقط من أمر المحكمة جدد وزير التراث لشؤون القدس والتراث الإسرائيلي دعوته لضرب غزة بكمبلة نهوية وقبلها في نهاية العام الماضي أقر الرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يجري محادثات مع دول أخرى حول الهجرة الطوعية لسكان غزة في بداية الحرب قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هاتسوك بأنه لا يوجد مدنيون في غزة وهناك تصريح الشهير لوزير الدفاع الإسرائيلي الذي وصف سكان غزة بالحيوانات البشرية أتحريد المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية من بين الأفعال التي يعاقب عليها وفقاً للمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في ديسمبر من العام الماضي حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من خطاب الكراهية والخطاب اللا إنساني الذي يستهدف الفلسطينيين مما يثير مخاوف شديدة بشأن التزام إسرائيل والدول الأطراف الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية سيد شلومو جانور ما تعليقك على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والتي استندت إليها محكمة لهاي لتحبيل إسرائيل مسؤولية وضع إنساني كارثي في غزة ودعوتها لعدم ارتكاب جيشها لجرائم حرب هناك ورفع تقرير بعد شهر ما الذي يقال في إسرائيل عن تصريحات المسؤولين التي اتخذتها محكمة العدل في لهاي حجة على إسرائيل نفسها إسرائيل كانت واعية لهذا الموضوع الهام والخطير جدا والذي يعد بمثابة وصمة عار في جبين أولئك الذين صرحوا هذه الأقوال غير المسؤولة الرئيس هيرتسوك ونتانياهو وقالانت وزير التراث بما فيهم بدون استثناء لأن هناك عبارة هناك مقولة للمرحوم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسينجر ليس لإسرائيل سياسة خارجية بل سياسة داخلية أي كل زعيم صعيد كل مسؤول صعيد يتحدث بأن في الشؤون الخارجية كأنها شؤون داخلية بدون حتى الإطلاع عليها وذلك لكسب التأييد والمجتمع الداخلي بدون أن ينظر إلى البعيد لذلك هذا أعتقد بأنه وصمة عار للسياسي الذي يتعلى به كل شخص الذي لا يدرك المستقبل ولا يرى الأبعاد المختلفة لتصريحاته وتدعياتها على دولة إسرائيل ككل وليس فقط لدعم شخصياته وشعبياته هذا بالنسبة لهذا الموضوع ولكن النائبة العامة في الحكومة الإسرائيلية في دولة إسرائيل وهي قامت قبل افتتاح جلسة المحكمة الدولية في الشهر الماضي قامت بالتحقيق مع الجميع لفحص هل هذه التفاوهات هي تقع في إطار القانونية أم هي خارجة من إطار القانون لكن لا يهم لا يهم يا سيد شلومو حتى فقط لضيق الوقت لا يهم ما سيتمخض عن أي محكمة إسرائيلية الخطير في الأمر هو أن محكمة العدل في لهاي استندت إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار لإدانة إسرائيل وهذا هو جوهر الموضوع وأعتقد أن ذلك سيولد نقاشا داخليا في إسرائيل وهناك أثمان ستدفع سياسية بطبيعة الحال سيد مواء الدكتور فقط سأعود إليك سيد شلومو وأنت معي إلى نهاية الحلقة تفضل المحكمة الدولية تكون كل تقدير والاحترام للمستوى القضائي الإسرائيلي ولذلك هي تعترف وتعرف من خلال القضائي السابقة التي طرحت على هذه المحكمة ومحاكم دولية أخرى أنها المحاكمة الإسرائيلية نازيها وهي تعمل بموجب القانون فقط وليس حسب ميور سياسية أو إملاءات سياسية طيب دكتور محمد وباختصار لو تفضلت الخارجية الأمريكية تعلقت على قرار محكمة العدل في لهاي وقالت بأنه يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ ما وصفت بالإجراءة الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر هل ترى اتساقا بين الموقف الأمريكي ومضمون قرار محكمة لهاي وباختصار لو سمحت باختصار شديد لاحظنا أن بلينك الرجل الدبلوماسي الأمريكي يتمسك فقط بالسابع من نوفمبر ولم ينفتح على تابعات ما تفعله إسرائيل أعتقد أن قرار المحكمة الآن وردود الفعل العالمية وكل هذه التطورات قد تلهمه في أن يعيد النظر بأن الموقف الأمريكي يخسر الكثير من نظر أوحادية إلى السابع من أكتوبر دون استكمال الصورة فقد نشهد مؤتمر صحفي أو تصريح أو نوع من الضغط الآن باتجاه نتنيو عليه أن يوقف الحرب بهذه الطريقة أو يعيد النظر فيها بمعنى آخر أن قرار المحكمة قد يتحول في جزء منه إلى بعض المشهورة أو بعض النصائح من واشنطن إلى تل أبيب وأعتقد أن الرئيس بايدن سيحتاج أكثر فأكثر في هذا الاتجاه لأن أمريكا الآن تعيش في عزلة وأعتقد أن بايدن لا يريد أن يظهر بأنه نصخة قريبة من ترامب في حقبة الانتخابات شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي كنت معنا من واشنطن ولفهم مواقف الدول العربية من قرار المحكمة وتأثيره على حرب غزة ينضم إلينا من عمان الدكتور عامر السبايلة المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي دكتور عامر أهلا بك دول عربية من بينها الأردن ومصر والسعودية وقطر رحبت بتدابير المحكمة الدولية إلى ماذا يعزى هذا الترحيب مع أن وقف إطلاق النار لم يكن ضمن التدابير التي أقرتها وفرضتها المحكمة على إسرائيل يعني هي محاولة أيضا نوعا ما هذه الدول ترغب بأن يكون هناك غطاء دولي يؤيد ما جاءت به ويؤيد ما كانت تقول عنه ويؤيد أيضا ما كانت تشير له وبالتالي هي لأول مرة كانت تعتقد أنها تخوض يعني حرب دبلوماسية من بوابة المحكمة الدولية لهذا أنا أعتقد أنه يعني هي فعليا لا تغير شيء على أرض الواقع فكرة إيقاف الحرب هو الحل العملي لهذه الأزمة وتعامل معها الآن على المدى الطويل هي بلا شك يعني هناك تغير في شكل التعامل مع إسرائيل بالذات بالنسبة لهذه الدول وتعتقد أنه يعني قرار المحكمة الدولية اليوم هو قرار جاء مساندا لما كانت تقول هذه الدول لكن فعليا على الأرض يعني لا يجب التعويل كثيرا لأن الحقيقة المأساة المتشكلة وخطورة أن تتوسع هذه الحرب وخطورة ما يجري الآن في المنطقة باعتقادي لا يجب أن يجعلنا ننتظر فقط ما تقول المحكمة اليوم المحكمة اليوم هي عبارة عن إجراءات قانونية عن موضوع سواء إدانة أو إنصاف سواء رسم لخارطة الطريق قانونية لكن فعليا على الأرض ما يجري هو أكبر بكثير وعامل الوقت أيضا هو عامل مهم في النهاية يعني إنما تكون هذه القرارات يعني قادرة أن تحقن الدماء وأن توقف توسع هذه الحرب وخطورة ما يجري أعتقد أننا نكون في معركة دبلوماسية صحيح هذا الطابع قانوني لكن دون ترجمة حقيقية على الأرض أستاذ دكتور مخيمر أبو سعدة ألا يعني عدم حث المحكمة إسرائيل على وقف إطلاق النار ألا يعني ذلك أن المحكمة تمنح إسرائيل فرصة مضي قدما في الحرب حتى لا يشكل قطاع غزة أي تهديد مستقبلا لإسرائيل بما يتسق مع الموقف الأمريكي كما ورد على لسان الخارجية الأمريكية وباختصار لو سمحت يعني أولا عدم طلب المحكمة من إسرائيل بوقف فوري وشامل لإطلاق النار لا يعني بأن الإرادة الدولية لا تريد وقفا لإطلاق النار ووقفا للعنف الذي يحصل ضد الفلسطينيين دعني أذكر بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 دولة لصالح وقف فوري للحرب في قطاع غزة ودعني أذكر كذلك بالمحاولات في مجلس الأمن الدولي مرتين والتي اصطدمت للأسف بالفيتو الأمريكي لوقف إطلاق النار ولذلك يعني على الأقل هناك موقف أخلاقي من الجمعية العامة من الأمم المتحدة وموقف أخلاقي كذلك من مجلس الأمن الدولي الذي وكلهما طالبتها إسرائيل بوقف إطلاق النار ولكن حتى هذه اللحظة لا زالت إسرائيل لوحدها مصممة طبعا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار الحرب ولكن دعني أشير هنا إلى نقطة أخرى وهو أن حتى داخل إسرائيل لا يوجد هناك إجماع على مسألة استمرار الحرب هناك أصوات حتى داخل مجلس الحرب الإسرائيلي أصوات مثل قادي إزنكوت وهو عضو مجلس الحرب ورئيس هيئة أركان سابق في إسرائيل قال بشكل واضح أن استمرار الحرب والقضاء على حماس لا يتوافق مع مسألة إطلاق صراحة المحتجزين الإسرائيليين وكذلك رئيس المعارضة في إسرائيل يائير لبيد والذي قال بشكل واضح يعني بالأمس أو قبل يومين أن إسرائيل مضطرة أن تذهب إلى صفقة حتى وأن كانت هذه الصفقة ليست نظيفة أو ليست جيدة هي مضطرة إلى صفقة لإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين ولذلك بدون من وجهة نظري بدون وقف إطلاق النار لن يكون هناك صفقة تبادل أسرى هذا الموقف عبرت عنه حماس منذ حوالي شهرين منذ انهيار الهدن الإنساني في بداية ديسمبر من الشهر الماضي وحتى اللحظة موقف حركة حماس لم يتغير وهو من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى لابد من وقف فوري وشامل لإعمال لإطلاق النار في قطاع غزة وهذا ما يبدو وشيكا بحسب مراقبين كثر وسؤالي لك سيد شلوم جانور إذ بالتزامن مع قرار محكمة العدل التولية في لهاي هناك تسريبات بقرب الاتفاق بين الفصائل وإسرائيل على هدنة جديدة وشهدنا أيضا نشاطا محموما من قبل البيت الأبيض هناك اتصال بين بعيد وأمير قطر تميم وما إلى ذلك وهناك حديث عن لقاء بين رئيس المخابرات الإسرائيلية ونظره الأمريكي مع مسؤولين مصريين وقطريين هل لديك تفاصيل عن طبيعة هذه الهدنة التي تلوح في الأفق؟ لم نتحدث عن هدنة بل نتحدث عن القمة المرتقبة للوسطاء أي كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل وكل المشتركين فيها على مستوى رؤساء جهزة الأمن وطبعا في دوق التجارب الصفقة الأولى التي تمت قبل شهرين والتي تم بموجبها الإفراج عن المجموعة الأولى من المخطوفين الإسرائيلين لكن سيد شلومه اسمح لي فقط عن المقاطعة للتوضيح موقف حماس لم يتغير رفضت صفقة قدمتها إسرائيل هدنة لمدة 35 يوما ولديك التفاصيل أكثر حماس تقول لا تبادل بدون وقف نهائي لإطلاق النار وبدون ضمانات دولية لن تتم هناك أي صفقة تبادل هل إسرائيل باتت أكثر استعدادا للذهاب في هذا الاتجاه في ظل قرار محكمة العدل الدولية أيضا؟ سأصل إلى الرد على هذا السؤال الوجيه وأقول بأن هناك كما لحماس قطوط حمراء وشروط أيضا لإسرائيل شروط وهي لا نهاية للحرب بموجب الصفقة ولا نوقف للكتال بموجب الصفقة هذه هي القطوط الحمراء الإسرائيلية إذا القطوط الحمراء تابعة لحماس وأودة إلى الأرض على سؤال في نثارك في نثارك في نثارك ما هو يتوخى منه من اللقاء ومن الكمة لا بد أن تبدي إسرائيل ليونة في بعض المواضيع الأقلية مثل عادة انتشار الكوات عدد المحكومين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم دعني فقط ضاق الوقت كثيرا والدكتور عامر لم أسأله إلا سؤالا واحدا اسمح لي فقط إسرائيل ستبدي ليونة سمعتك بأي شكل دكتور عامر سيؤثر قرار محكمة العدد في لهاي على المقاربة الأمنية التي تعتمدها حكومة نتنياهو في الضفة الغربية أتحدث هنا عن المقاربة الأمنية وبأي شكل أيضا ستؤثر على المقاربة العسكرية التي تتبعها في غزة يعني لن تؤثر شيء لأنه باعتقاد إسرائيل تقوم اليوم ببرنامج تأمين إسرائيل وعلىها أساس قامت هذه الحرب لو كانت أيضا ورقة الرهائن كما اعتقدت حماس أنها قادرة على وقف الحرب لما جاءت أول وقف لإطلاق النار بعد أكثر من 40 يوم أو 45 يوم اليوم إسرائيل دخلت في هذه الحرب وهي حرب بالنسبة لها حرب وجودية وبالتالي اليوم محاولة استثمار ورقة الرهائن بهذه الطريقة لإيقاف الأزمة والإنقاذ ما تبقى بالنسبة لحماس أعتقد منطقيا لن يكون وارد الجزء الثاني الورقة الضغطية تأتي أمريكية ومرتبطة أيضا بهذه الإدارة ورغبتها أيضا بحصولها على رهائنها لكن هناك أيضا ضغوطات على الأرض تتشكل بالنسبة لهذه الإدارة لا تستطيع أن تمنعها فبالتالي اليوم ورقة الرهائن لن تكون بالنسبة لحماس عامل حقيقي لوقف الحرب لأنه فاتورة الدم كبيرة فاتورة القتل كبيرة وصلنا اليوم إلى أكثر من باتجاه الشهر الرابع من هذه الحرب وبالتالي لا شيء سيجعل الأمور تقف على ما هي اليوم على العكس تماما أعتقد أن هذه الإدارة الأمريكية ستجد نفسها مضطرة يعني أن تتعامل مع تداعيات كل ما جرى في غزة ونجدها اليوم هي في حالة استهداف في سوريا والعراق وهي في مواجهة في البحر الأحمر وستجد نفسها أمام ملف لبنان قريبا إذن فكرة الرهائن أن توقف الحرب وأن تنهي قبل أن تحسم الأمور على الأرض أعتقد غير واردة جزء الثاني يمكن أن تستثمر فعليا هذه للأزمة الإنسانية وإيجاد حلول للأزمة الإنسانية لكن ليس على فكرة أن تقدم إسرائيل اليوم تنازل كبير بعد كل هذه الخسائر طيب سؤال الأخير دكتور عامر في أقل من دقيقة في أربعين ثانية على أبعد تقدير هل فتح قرار محكمة لهاي الباب أمام دعاوى أخرى قد تتعلق بما يجري في الضفة الغربية وما تعلق تحديدا باعتداءات المستوطنين على سكان الضفة ممكن جدا هي واردة اليوم فكرة قدسية عدم توجيه دعاوي على إسرائيل هي ساقطت من زمان يعني هناك اليوم دعاوي توجه الآن لكن هل هذه الدعاوي السؤال الأكبر يستطيع أن يفرض واقع جديد أعتقد أنه لا لأننا نتحدث عن شيء طويل شكرا جزيلا لك الدكتور عامر السبايلة كنت معنا من عمان وشكرا لك أيضا الدكتور مخيمر أبو سعدة كنت معنا من القاهرة والشكر لك السيد شلومو جانور كنت معنا من القدس نهاية المسائية مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة